اكتب لي أحد العفاظل وش قال لي وهو طبيب حيث لا أخي محمد العربي سمعت ما قلت عن المزيف تبون وفي الحقيقة هو مدمن على الخمر هذا طبيب أخصائي والخمر يؤدي بالإنسان إلى والتي تتميز بالكذب والخروج من الواقع وإدلاء بتصريحات خارجة عن المنطق والواقع الذي يعيش فيه والميتومانيا هي سيمبتوم من الجنون الكحولي إذا كان يمكن باللغة العربية يعني هو يقول لأنه طبعا فرنكوفوني أساسا فيقول لي إذا كان يجوز هذه الترجمة باللغة العربية لكن يعني حرص أن يكتب العربية يوضيف الخمر يصيب كل أعضاء الجسم ويبدأ بالكبل القلب والدماء والمدمن على الكحول يصاب بما يعرف بسندروم كورساكوف هذا سندروم كورساكوف معروف يعني لمن يريد أن يوسع معالم ما داركه في هذه النقطة يكتب سندروم كورساكوف تخرج له معلومات كثيرة جدا على ما يفعل الخمر بالناس خاصة لما يكبره يصاب بسندروم كورساكوف والذي يحتوي على خلل في المخ المريض يقدر أن يقول كل شيء ولا يتذكره تماما إلى آخره وتبون المزور مدمن على الخمر والذي يسبب له من دون شك خلل عقلي لأن التصريحات التي يدلي بها غير معقولة خلينا نشوف بعض تصريحات إلا كانت معقولة أو غير معقولة شوفوا الشيقول هنا تبون أوروبا لازم تعرف رغم الدعايات تعال أبواق الفاسدة من هنا وهنا اللي بغير الجزائر وإيران ما نعرفهاش كل ديمقراطيات تعال أوروبا زادت في الجزائر جمهوريين طورة البرتغالية طرعا لعتهن ماريوس والسكن هنا الثورة اليونانية كانت هنا الثورة الإسبانية كانت هنا إذن الدولة لديها نفوذ في البحرنة المتوسط في الدول الأوروبية وليس من اليوم ستقدم دولة ماريوس ومنافوها وليس هناك منهج وراء النفوذ التعالي في إسبانيا وراء النفوذ دعنا نقول هذا كلمة التي قلتها صح ورا نفوذك في اسبانيا مش صفعوك ورا نتبناه الطرح المغربية في قضية الصحراء ورا نفوذك في البرتغال يعطينا نفوذك القوي في اليونان يتا يقول لك انها نشأت هنا يعني كان هناك يعني غدوة مش عارفنا يا تنجح الدولة المدنية في الجزائر الى خريجي ما نشعارف انها مسؤول البريطانيا ولا سويسري ولا فغنسي يقول لك هنا نشأت الدولة المدنية في الجزائر فعلا لان انا موجود في بريطانيا او واحد في سويسرا او في فرنسا او في المانيا او في كنال هذا المنطق هذا لكن هذه هي يبدو لا ديمونس الالكوليك يبدو ان لا ديمونس الالكوليك نتيجة انه هيفي درنك كما يسموه انه يشرب كمية كبيرة مثلا نهار لي حلف المصحف نهار لي عينوه اقسم لي من كان هناك ان رائحته كانت تزكم الانوف رائحة الويسكي كان تزكم الانوف ما كانش قادر يجي يقسم لي ان كان خايف وخواف ومرعوب فكان لازم يخبطها باش يقدر يتكلم للاسف يعني خلاص سمعوا واقع اخرى باش نشوفوا هذا ديمونس الالكوليك صح توفره فيه ولا لا واناكد انه نظام منظومة صحية تانى احسن منظومة في المغرب العربي في افريقيا حب من حب وكرامك سمعتوا هذا الشاب لي قبل قليل قال لك الداوة الاخر قالوا لهم عندناش مكان داوة مصطفى باشا قال لهم عندنه الداوس واناكدناش الغرفة الداوة الى اخرى وهذه حالة الكثيرين جدا كنت رح تدير انجيكسيون الآن يقول لك جيب السيرنج من برا هذه هي افضل منظومة في افريقيا هذه هي هنا قضيت لك للا ديمونس الالكوليك تتأكد والكذب ايضا الكذب العرضي يعني الكذب المرضي خلينا نضفلوا واحدة اخرى يعني ونحبس عندها قد اكتشف الشعب الجزائري مؤخرا ارقام المهولة من الاموال التي نهبت هذه قاعدة وحدة عندها خمسمائة الف مليار تصوروا يعني الباخر هذا المال اللي كانت كانت الجزائري تسبح قوة اقتصادية قارية ومتوسطية وغيرها ما نقول حفل معه خمسمائة الف مليار سنتيم خمسمائة الف مليار سنتيم لما تدورها الى سعر البنك هو سبعة وثلاثين مليار دولار سبعة وثلاثين مليار دولار طبعا انا بمجرد ما سمعت هذا المطع بعثوا للمساعد قال اسمع شريك اقول السيد قلنا ما رأيك كتبت عليها ذاك الوقت تغريدة كان ما عنديش اللايب حتى المساولة الغدوة وكتبت تغريدة قالوا يحت المصيبة هذا من نجابوه هذا خمسمائة الف مليار سنتيم المصيبة ان القنوات والجرائد وكذا شافوا طبعا هناك خبر خبر مهم جدا رئيس الجزائر رئيس الجزائر صح يقول انهم وجدوا عند اسرة واحدة خمسمائة الف مليار سنتيم تحتاج الواحدة العشرين درنا لحساب ذاك الوقت تحتاج الواحدة عشرين سومي رومورك تحتاج أوراق مئتين الف ما فيهمش العشرة الاف والعشرين الف والمئة الف مئتين الف برك 24 سومي رومورك معمر تحتاج الى عمارة انت واحد العشر طوابق وفي كل طابق ما مش عارف انا اربع شقاق وكل واحدة فيها اربع غرف وما تعمرش هذا ما يكفيش كانت خذات عليه الجزيرة انا انتقدتهم في اللاي في المساء انتقدتهم او شك تاخذوا على واحد يعني يقول كلام شيء لا يصدقوا انسان لكن بعد انتبهوا للخطأ انتاحهم يبدوا انهم سحبوه حتى العصابة قلوا الموضوح هذا خرجوا في جريدهم ذبابهم صفحاتهم خرجوا في المساء ومبعد انتبهوا لما شافوا تكلمتنا بما تكلموا اخرين ايضا بالاكيد قالوا اوه شو صح اوش راي يقول تبوه اسرة واحدة عندها خمسمائة الف مليار سنتيم ليعادل سبعة وثلاثين مليار دولار اسرة واحدة يملاء عشر اسر برك ما نقولوش سبعين اسرة من هذا كبار الناهبي وش يقعد عندهم تلتمية وسبعين الف مليار تلتمية وسبعين مليار دولار ليهي خمسمائة الف في عشرة تولي خمسملاين مليار سنتيم كل الكوام من تاع الجزائر ليكفوهمش باش ينقلوهم برك واضح وهذه بعض المقاطع وقالوا في شيئة كثيرة جدا واضح انه يعيش في عالم اخر واضح ان الالكول او سندروم هذا سندروم سكاركوف ولو اسماه؟ نعم سندروم كورسكوف كورساكوف سندروم كورساكوف انا شخصيا صراحة الله ممكن اعرف هذا السندروم حتى بعتلي هذا الاخ باش نكون امين معكم لكن نعرف ان الخامر عنده كوارث هائلة على الناس هما صغار فما بالك كي يكبروا كل ما كبر الانسان وبقى يشرب ويشرب كمية كبيرة كل ما دمر وش يبقى له في الباكرة وش يبقى له في العقل وش يبقى له ويروح له الخرافة واللي يخرف واللي عنده زهايمر مش كل الناس اللي عندهم زهايمر يشربوا بالمناسبة لكن كثيرين اللي عندهم زهايمر او اللي يشربوا بكثرة يجيهم زهايمر تقريبا شبه مؤكد تقريبا على استثناءات مرة مش عارف لماذا فهذه كلها تثبت اننا امام انسان عنده مجموعة من الامراب بما فيها هذه لا ديمانس الكوليك لا نيتو ماني لانه لا يعقل ولا يقبل ان ما يسمى برئيس دولة والله لو جات دولة لزوتو يخرج يقول اشياء مثل هذه مثل عندنا افضل منظومة صحية في افريقيا والناس تشوف الوضع الصحي الكارثي مثل ان اوروبا ديمقراطية اوروبا نشأت في الجزائر مثل ان اسره واحدة خمسمائة الف وخلي الباقي وشكالها وطبعا مواعيد الكلمة تسوى اطنان وراني في بلاد ويني ما عيد تسوى اطنان في باتنا على قدماء الجيش ووعود التي لا تتوقفوا وايضا المشاريع اللي رامي تكلوا فيها قطارتها من راست الجلفة عاصمة خليش لا منش عارفواش الى اخره الى اخره هناك مخاطر حقيقية على البلاد انها ليست فقط تحكم بفاشلين ورادئين ولصوص ومرتشية ومجرمين وكل الصفات ولكن ايضا بمرضى مرضى عقلانيين مرضى بقولهم مرضى نفسانيين الله يحفظكم ويحفظ البلاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة